بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكمل باقي الدرس وده تالت درس لينا في الكورس بتاعنا ازاي احمي الايميل بتاعي والبريد بتاعي الالكتروني اللي انا بعمله من على النت عشان اقدر اخش به اتعامل به بالفيزا كارد او المواقع الايترونية او لما باجي بحط معلومات طبعا بستقبل اودي معلومات دقيقة عني او عن الشغل بتاعي على الايميل بتاعي ما تتسرقش دي حاجة يمكن بيقع فيها معظمنا في العالم العربي للأسف كله عندك بيسجل مثلا الايميل بتاعه بصورت بتاعته رقم التليفون الشخصي بتاع البيت او رقم تليفون الموبايل او تاريخ الملايات التلاتة دول الناس كلها ممكن في ناس ما اللي سمعينها ضحكت واقعت اوه فعلا انا عامل كده دي اما باسمه وبعدين لقم تليفونه او الكلام ده كله مفهوم ومعروف الكلام ده في الحقيقة مش صحيح عايز اقول لك ان هختار موقع مثل زي جوجل او موقع زي الهوتميل انا هختار الاتنين هكتب الاتنين عشان اطبع عليهم وقول لك المفهوض اللي يحصل انا مختار الاتنين دول علشان بيدوك كده خاصية هي يعني بقت موجودة في معظم الوبات اللي بتدي اميرات بس يعني خليني دول عشان هما دول الاقصر استخداما في علامنا العربي يبقى الهوتميل هو فيه اليهو كمان بس خليني دول عشان بالهوتميل والجوجل بيديك الكوة الباسورد بتاعتك يعني مثلا هقول وليد مثلا انا عايز اعمل الاميل باسمه بعد ما تعمل بيظهر لك الكلام ده كله وبعدين بتخش تختار اسم الايميل بتاعك اتوت ميل ولا اتلايف يعني همولك هنا ولا هنا اتلايف ولا اتوت ميل فانا هقول له اتوت ميل مسلا وقول له سمه وليد اقول له طيب شوفوا لي كده اقول له لا دا ويد محجوز بس فيه هنا ممكن اديك اقتراحات طيب هقول وليد مسلا فري مسلا وقول له اوكي بقول لي ويد فري ممكن فاضي عندي ممكن انت هتاخد الاسم ده طيب اللي انا عايزه من دي شايف هنا اول ما دغطت اول ما دغطت على البسورد راح فاتفتاح لي هنا التقييم بتاع البسورد بتاعك يا ترى هو ضعيف ولا قوي ولا ايه بالزلط خليني انا هكتب دلوقتي حروف بس منع كيبورد شوف انا هكتب كم حرف واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر اتناشر ستاشر اربعة عشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر يعني عد براحتك ولسه انت في الميديم يعني البسورد بتاعتك ممكن تخمنها سهل تخمنها ازاي تخمنها في بعض من المحترفين شوية ممكن يقدر يعمل لك برنامج يخمن لك البسورد بتاعك قول لك والله ان تأملك ايه قول لي وليد فريق قول لي طيب بس هو خلص هو مش عايز حاجة غير كده يبدأ يشتغل البرنامج بتاعه ويبدأ يبتدي يخمن البسورد بتاعتك ان كانت سهلة زي من واحد لستة زي من ناس عاملة ولا من واحد لتسعة ولا من تسعة الواحد ولا ارقام بس ولا حروف بس هتبدأ البرنامج هدا انه يخمن في ارقام بس وبعدين حروف بس وبتدي يوقع لك كل ده كله وبعدين يفلطر له كل ده وروح الداخل على اميلك واخده وفي ناس بتقول انا اميلي تسرق وهو عشان الكلام ده كله عشان البسورد بتاعتك حروف بس او ارقام بس طيب الحل ايه الحل اللي انت تعمل حروف وفي منها كابتل وفي منها سمول لان البسورد طبعا حساسة الحروف الكابتل والحقول وحساسة كمان للحروف السمول لما الايه الصح اللي انا اقدر اعمله اقول لك لازم تعمل البسورد بتاعتك فيها حروف كابتل وفيها حروف سمول وفيها ارقام وفيها ارقام غريبة يعني حاجات دي كلها بتصعب جدا على اي برنامج تخمين البسورد بتاعك ازاي طب انا ممكن يعني هكتب مسلا دابلو كابتل بصلا هكتب كم حرف دلوقتي دابلو كابتل ضغط على شفت ودابلو وبعدين ضغط على شفت وخمسة واربعين يعني عملي العلامات اللي فوق علامة الدولار وعامة اللي في المية وبعدين رحت على الارقام وراحت اعمله الفين واحدة واسر بص كم حرف ما فيش يمكن سبع حروف قبل كده كنت كتب طابور حروف دلوقتي انا كده بستة حروف او سبع حروف بس قدالي ليه لان انا اتبعت الاسلوب الصحيح في حماية او اللي اصعب البسورد بتاعت الشوية او هتقول لي انك هتستخدم برنامج يعمل لك بسورد الكلام ده مش صحيح في ناس بتعمل كده اقول لك اما انا هعمل لك انا عندي برنامج هيعمل لحيطة بسورد ما يعمل لا اللي يتعمل بقالة يتفك بقالة ما فيش مشكلة فيه ما ينفعش يجب اعمل بسورد من نفسك من دماغك انت وتكون حافظها ما تكتبهاش في حتة ما تحطهاش على ملف او ملف كده على زي الشاطر على الجهاز بتاعك تبص تلاقي نفسك في الباي باي يبقى انا هنا عرفت ازاي اعمل البسورد مش سهلة ان حد يخمنها الكلام ده كل ابعد عن معلوماتك الشخصية تاريخي الميلاد ارقام تليفوناتك اسمك كلام ده كله في البسورد خلي اه في حاجة مميزة لك انت محدش عارفها في دماغك بس اوعى تنسى كلمة المرور وتيجي في الاخر تدع علي وتبقى مشكلة تيجي تبعات لي اقول لك انت السبب في الكلام ده كله اقول لك لا اعملش دعوة ريس وعيش مع نفسك السلام عليكم